عاد من نار الحوثي ونجا من موته لكن أثار التعذيب التي على جسده ستظل شاهدة على قساوة لا مثيل لها منير الشرقي اختطف قصرا قبل أكثر من عام ووفرج عنه قبل أيام ولم يتم التعرف عليه بسهولة وظهرت الصور احتراق قسده العلوي واتهم وزير حقوق الإنسان محمد عسكر الحوثي بإحراق محمد الشرقي بمادة الأسيد لم يكن الشرقي وهو أحد الشخصيات المدنية في ذمار إلا واحدا من المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي وشاهدا حيا على واحدة من قصص التعذيب الإجرامية التي تمارس بحق اليمنيين المعارضين للميليشيا فقبل الشرقي كان أروان الركن الصحفي الذي توفى نتيجة أشكال التعذيب العنيفة التي تلقاها الركن على يد الميليشيا المختطفون المطلق سراحهم فتحوا باب التساؤلات عن وضع المختطفين في سجون الحوثي والذين تحولت قضيتهم إلى ملف منسي في الأمم المتحدة والمفاوضات الدولية رغم أن قضيتهم أضحت واحدة من بنود المقترحات الأممية ورغم أنهم مختطفون بتهمة مناصرة الشرعية إلا أن المختطفين في سجون الميليشيا يتلقون إهمالا كبيرا من الحكومة الشرعية وفق مراقبين فإن الشرعية لم تتذكرهم إلا هذا الشهر حيث شكل الرئيس هادي لجنة تفاوضية برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن دغر ووكلت لها مهمة التفاوض حول الأسرى والمعتقلين لدى ميليشيا الحوثي لكن الإجابة حول مصير المختطفين في سجون الميليشيا تبقى غامضة طالما ظل مصيرهم رهين ورقة تفاوضية في ملف المباحثات السياسية ترجمة نانسي قنقر